عندما نتحدث عن تطليق الشقاق هو تطليق جمعة المدونة الجديدة اللي هي كانت ديال 2004 هات تطليق الشقاق بالفعل هو كان حل لبعض الحالات اللي كانت يوقع فيها لبتيزاز أن المرأة كانت تعيش واحد المظلومية وهذه المظلومية تدخلها أنها خصها تشري رأسها تنقولوا إحنايا باش تطلق وكان تطلق الخلع يعني أن بعض المرات الرجل تكون وتي مرس على ذاك الاعتداء أنا تنقولوا حالة ماشي تنعممه تمرس على واحد الاعتداء إما عنف لفضي إما جسدي إما بالإهمال إما إما أما فهذه السيدة تكون وصلات الواحد للمستوى اللي لا يمكن أنها تقبل باش تبقى تعيش ذاك الحياة ديالة طنك فهنايا كان الحل هو الطلق الخلعي والطلق الخلعي بعد مرات يطلب منها أنها تنازل على جميع الحقوق وتمكنهم من أموال ولا تمكنهم من الدار ولا تمكنهم من الأطفال بمعنى أنها كانت يكون فيها ابتساس فتطلق الشقاق بالفعل جاء وحن نهد المشاكل اللي كانت تتعاني لنا بعض النساء فتطلق الشقاق التجأت له المرأة في البداية وكان العمل داخل الضر بيضاء أن المرأة اللي متطلبت الشقاق يعتبره خلع بتعطوها لمتعة لا تشحاجها وفي الرباط وباقي المدن على صعيد المغرب كانت تتعطالها حقوق يعني المتعة يعني تجيوها مبالغ مالية التي تليقوا بذلك الوضع ديالها الاعتباري ولكن هنا يوقينا بأن كي نولت بحل واحد تجارة المرأة تتزوج وتتمشي الدير المسارة ديال تطلق وتحصل على مبالغ فهنايا كان واحد عدم توحيد العمل يعني الضر بيضاء تتمشي في منحة والرباط وخارج الرباط على مستوى التورب الوطني كانت تكون حقوق فكان واحد الاجتماع وحده العمل بتطلق الشقاق يعني أن المرأة عندما تلتج أو تطلب تطلق الشقاق يعني تمنح ديال ثلاث أشهر الكراء ديال ثلاث أشهر ديال العدة ولكن هذا الحق ديال الشقاق هو حق يعني ممنوح للزوج فتهو تلتج إليه بعد المرأة يقدر هنا كان عدتني تاسو النياب بعد المرأة كانت تدخل كان الزوج لي هو بالفعل تيبغي يطلق وتكون ذلك الطلق أنا أعتبره في بعض الأحيان تكون تعسفي لأن المرأة تبدأ يتساو معها ربما تتكون خيانة زوجية وتبدأ يتساو معها وما تيوصلش معها الحل فكانت مشي يدير الطلق الرجعي فتتكون فيه واحد المبالغ التي تتكون زائدة على تطلق الشقاق فهنا يولى التحايل ولا تلتجوا للشقاق فاشيكون المصاريف مخففة عن الطلق الرجعي وهو يعني مصرى يسلكها الزوج والزوجة من أجل الحصول على التطلق في الحقيقة ليس هناك معيار والأصل خصو يكون معيار بناء على الدخل وعلى الممتلكات والعلاقة الزوجية التي امتدت من سنة إلى سنة وتنشفو التحولات اللي وقعت بمعنى أن هذا الأمر هذا يعني خصو يكون فيه ذلك المساعد أو المساعدة الاجتماعية لتتجري واحد البحث ماشي بالسرعة اللي تنشفوها نظرا لعدم توفر الموارد البشرية داخل المحاكم قضاة ونظرا لأن الملفات كثيرة فهذا ولا شنو تدير تجنب العملية ديال الطلق اللي الآن أصبحت ندقه من خلال لهذا الحلقة نقص الخطر للأسرة المغربية لأنها الآن تعيشوا يعني واحد الحالة من ارتفاع النسبة ديال الطلق اللي تتكون يعني الأثر ديالها على الأطفال على الأمن والاستقرار ديال المجتمع فإذا حتى القضاة ما كانش معيار ربما هيئة الرباط بنفس الحالة اللي كينا هنا هنا في الرباط ممكن تكون في تمارات تكون في كذا هنا يتلقى مثلا المبارغ 30 ألف درهم هنا تلقى 12 ألف درهم هنا تلقى تسلف درهم يعني ما كانش واحد المعايير واحد المدونة ولا واحد الأمر اللي يخصو يتحدد به وهذا خطر امددددددددددددددددد solution n oleh هناك that'd is للمنظر شكرا بالحالة واقع